موسيقى صباح الخير وأهلا بكم إلى كلام بيروت الأحداث الإقليمية الدولية المتلاحقة والممتدة بين سوريا والولايات المتحدة في صدارة صحف بيروت التي أفردت أيضا مسحات لمشروع الموازنة العامة في لبنان ونهاية المهلة الدستورية لتوجيه الدعوة إلى الهيئات الناخبة اليوم فضلا عن زيارة المرشحة الرئاسية الفرنسية مارين لوبان للبنان كلها عنوين سأتابعها مع ضيفي ديبلوماسي الأمريكي السابق الأستاذ وليد معلو صباح الخير لألك وللمشاهدين الكرام أهلا وسهلا بك في المستقبل وفي لبنان أيضا أكيد معك سنبدأ بالمحور الإقليمي من خلال كاريكاتور حسن بليبل بجريدة الدايلي ستار تحت عنوان إيران تطلق صواريخ متطورة خلال مناورات عسكرية رسم يد يسطر من عضلاتها رانيين فيما أظافر أصابعها صواريخ تحمل اسم إيران ماذا تفعل إيران اليوم؟ يعني هايدي معبرة جدا هالصورة لأنه إيدا لإيران طويلة بشكل عبتمتد من أقصى الشرق الأوسط إلى الشرق الأدنى اللي هو منطقتنا أصبع باللبنان أصبع بسوريا أصبع بالبحرين أصبع باليمن وما إلى ذلك لهالسبب أنا بشوف أنه إيران عبتتدخل بشكل مباشر بالدول العربية وعلى الولايات المتحدة والرئيس ترامب أن يكون جازم بهالموضوع ليوقف التدخل الإيراني المباشر بالدول العربية لهالسبب شوف هالكاريكاتور كثير معبر وصحيح صحيح سياسيا وصحيح اجتماعيا وصحيح من كل الأنكلز الموجودة يعني مباشرة بالنسبة للإدارة الأمريكية الجديدة بعد ما تسلم رئيس ترامب زمام المبادرة أولا كيف تراها بشكل عام قبل ما ندخل بتفاصيل سواء أداخلية أو الخارجية لكن رئيس ترامب منه من السياسيين المعودين عليهم الشعب الأمريكي يعني إجا من رجال الأعمال لحتى يعمل رئيس جمهورية للبلد عنده شخصيته وعنده طريقة التعامل اللي هو معود عليها وعمره الزلمي 70 سنة مش معقول تقدري تغيري له التصرفات اللي هو بنظره هي تصرفات مظبوطة لهالسبب الأمريكان مش بعض الأمريكان مش كلهم هيكي بحسوه أنه منه هالتراديشنال بوليتيشن منه هالرايق بالتعبير منه تقليدي يعني منه تقليدي طبعا وكذلك مش معودين على شخص اسمه موجود على بنايات وعلى أتلات يعني نحن بالشر الأوسط معودين مش على أسامي فقط بس على تمثيل بأمريكا ما في تمثيل لرؤسة لما شخصيات معينة لهالسبب شايفينه غير شكل ومنزعجين بعض منهم منزعجين بس بعتقد السياسة اللي عب يتبعها هي سياسة محافظة إن كان بتعيين الآخر تعيين عمله على المجلس الأعلى القضائي إن كان بالتعينات اللي عملها بالوزارات تبعيته كل الأشخاص اللي جابهم هني أشخاص محافظين يعني مبين أنه عب يشتغل من فكر جمهوري وتصرف جمهوري هل تعينات تؤشر إلى أنه سياسة الولايات المتحدة بالمرحلة المقبلة ستأخذ أي منحة؟ يعني كيف راح تكون؟ أنا بنظري راح تكون سياسة كتير قوية يعني بده يتصرف بشكل حازم حازم لقل لي كيف هلأ هو عطول بأي رأي عم يطرحه بالشر الأوسط عم يطرحه عم بيعلي السطح المكسيموم لحتى أنا بنظري هاي دي هي الستراتيجية تبعيته بيعلي السطح مكسيموم لحتى يعمل لحتى يبلش يفاود نزولا لحتى الفريق الآخر يلاقي بهالتفاوض ليقدر يوصلوا لمساحة معينة يقدروا يعملوا فيها اتفاق مثلا بيعطيك المثل مع بوتن مع بوتن عم بيسيروا لبوتن ليش؟ لأنه عرفين أنه عنده قوة بمنطقة الشر الأوسط وبدوا يتفق هوية على استراتيجية معينة يقدر يجلبوا صوبوا لها السبب مش عم بيهاجم بوتن بشكل اللي كانوا يهاجموا مثلا الرؤسة السابقين مش لأنه كمان في صداقة بتجمعوا بالرئيس بوتن؟ هو قال الرئيس ترامب أنه ما في صداقة بتجمعوا ما بيعرفوا وما عنده أي مصالح بروسية الرئيس ترامب لها السبب أنا بدي أخذ التصريح كفاكت وبإبني علي التحليل اللي عم بعرضه عليك وعلى المشاهدين نزار عبدالقادر اليوم كتب بالحياة عن توجهات الرئيس ترامب بالنسبة لإيران بيقول دكتور عبدالقادر لا توحي توجهاته بأن أمريكا راغبة بالتحضير لحرب ضد إيران سواء ما سمعناه خلال الحملة الانتخابية أو من تصريحات مساعدي بدواء الأمن القومي وبوزارة الدفاع انتباع دكتور عبدالقادر عندك نفسه أم مختلف؟ ما بعتقد أنا رح يجي هلأ ترامب ينزل مئة ألف جندي لحتى يحارب إيران ما لنا ويردي لا ويردي لا معه ولا مع الإدارة يعني رفع السقف مع إيران بس رفع السقف بطريقة ديبلوماسية وقوية يعني عندك الصفت ديبلوماسية وعندك الطف ديبلوماسية نعم بدل ما يستعمل الصفت ديبلوماسية عم يستعمل ديبلوماسية القاسية وعم بيعلل سقف مثل ما قلنا لحتى يقدر يعمل لسبب بأعتقد أنا عم يقف موقف كتير جازب من إيران وبتمنى يكون من ضمن الشروط اللي بدوا يحطها على الطاولة مع إيران عدم تدخل إيران ببلاد الشرق الأوسط إيران بأي حال ما بتقول أنها تتدخل تقول أنه في شعوب بالشرق الأوسط تريد خيارات مختلفة وهي تساعدها يعني ما عم تفرض هذا الشي بل عم تدعم المكونات الشيعية ومن هنا نحكى وقت عن يلال الشيعي لهالسبب التدخل الإيراني عم بينتقل من تدخل عسكري وسياسي إلى تدخل طائفي وهي دي عم تخلق لنا مشاكل بيئة الشرق الأوسط طائفية ما قلنا بالعادي نشوفها هلأ عم نشوفها بشكل كتير جازم وكتير قوي وفي مثل حرب بين الطواف الطواف السنية والشيعية بكل الشرق الأوسط وهي ده غير مقبول وما لازم أنه نكفي والحق على إيران بهالقصة لأنها عب تجي تدخل بمنطقة أغلبيتها السنية وأغلبيتها عب تتعاطى مع الولايات المتحدة بشكل بشكل صادق وبشكل مباشر وإيران مش عجبها هالشي وحب كمان تصال على حدود إسرائيل لتستعمل لبنان لتخرب بيت لبنان وبيت اللبنانيين بنفس المقال يلي حكي عنه يلي حكي في نزار عبد القادر عن موقف أمريكا من إيران بيقول أن الولايات المتحدة تعمل على إعادة وصل ما تقطع من روابط الثقة مع الحلفاء الأقليميين من أجل بناء تحالف سياسي وعسكري قادر على تدمير داعش وقواعد الإرهاب صحيح لأن العمل على إعادة بناء ما تهدم من ثقة بين أمريكا والمنطقة العلاقات الأمريكية العربية وخاصة السعودية يعني بتضل منيحة بس الإدارة الرئيس أوباما ما عطى هالسئة الأوية للسعوديين أنه يحسوا أنه هو عم يشتغل السياسي بشكل واضح وبشكل متوازن لهالسبب إجا اليوم ترامب وقال لهم لسعوديين لا نحن وياكن حلفة من زمان ونحن بدنا نزبط الوضع بالشر الأوسط وطبعا من ضمن الاستقرار اللي عم بيجربي حققه لرئيس ترامب هو انهاء داعش وعطى القيادات العسكرية بالبنتاجون الأمريكي 30 نهار لحتى يعطوه استراتيجية معينة للقضاء على داعش وبعتقد القضاء على داعش هي هي إيجابية للدول السنية أكتر ما هي إيجابية للدول يما لإيران دول العالم والعالم كله بعدين بدي أقلك شغلي أنه عطول كلما الوليات المتحدة بتيجي بتملي أي رأي بالشرق الأوسط المسلمين عم يتعدوا على المسيحيين أنا حابب أقلهم أنه إذا الشرق الأوسط قلبه مسلم إذا الشرق الأوسط القلب هو إنسان وقلبه مسلم المين روتري لإله هو المسيحيين يعني المسيحيين بالشرق الأوسط هني اللايف لاين للإسلام المودرت إسلام للإسلام المعتدل لهالسبب أنا حابب أنه هالعالم تنتبه قديش مهم الوجود المسيحي بالشرق الأوسط وقديش هالقلب ما بيمشي من دون الشريان الرئيسي اللي بيطلع له كل الحياة لهالشريان هيدا هو الوجود المسيحي والمشرقيين المسيحيين بالشرق الأوسط بتمنى أنه هالعالم تستوعب هالشي وتفكر فيه بطريقة إيجابية ويكون فيه تعاون لإعادة الدور المسيحي مش بس في لبنان ولكن في سوريا وفي 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 العراق بحب ذكرك أنه رئيس وزراء سوريا بالخمسينات كان أرثودوكسي مسيحي كان أرثودوكسي مسيحي لهالسبب ليش ما منرجع منرجع هالعوايق كان أرثودوكسي مسيحي ومنضيعته إذا أصده لبناني بيكون منيح كمان من الكفار كمان بس للإشارة نعم فارس باك الخوري فارس باك الخوري بأي حال بدي أسألك عن سياسة الإدارة الأمريكية أستاذ معلوف كثر طالما أشرت لسوريا وللعراق وما يحصل كثر قالوا أنه سبب وصول الأمور إلى ما وصلت إلى إنكفاء الدور الأمريكي يعني بمرحلة معينة كفأت الولايات المتحدة مما سمح للآخرين بأنه يلعبوا بهذا الملعب منفردين مضبوط لأنه رئيس أوبانا اليوم عودة هذا الدور ممكن يرتب تداعيات معاكسة بتمنى لا لأنه الدور الأمريكي مش من المفروض يكون آخر الصف الدور الأمريكي لازم يكون مترقص الصف لأنه كل الدول بالعالم بيتكلوا على الولايات المتحدة وأنا شفتها بطريقة حقيقية لما كنت بالأمم المتحدة كيف عطول من كل الدول بيستنزروا مواقف الولايات المتحدة لحتى من خلالها يأووا مواقعون يكونوا حلفاء أكتر مع الولايات المتحدة إلى آخر لها السبب أنا بشوف الولايات المتحدة ما فيها تكون لاعب ورائي بدأت تكون لاعب أمامي لحتى تقدر تقدر تعمل تقدر تصال للأهداف اللي بدأ إياها هي وحلفائها بكل منطقة من العالم الإدارة الأمريكية سياستها استمرارية أنا بنظري ما بعتقد أنا من الطريقة اللي أنا شفتها بالأخمس سنين اللي كنت فيه بإدارة الرئيس بوش لا منا منا استمرارية لو استمرارية كان بعدهم بيت الأسد حكمين لبنان لهالسبب تغير بقولوا أنه هي استمرارية بس تتغير طريقة تقديمة يعني بس ببقى هي سابتة يعني لنأخد الهيمن السورية على لبنان و30 سنة اللي ترك فيها الرئيس يعني وقف شوية بوجه الرئيس رونالد ريغن الرئيس كلينتون تركه يعمل لبا الدنيا يعني وصلنا للرئيس جورج بوش وغير العلاقة السياسة بين الولايات المتحدة واللبنان وبين الولايات المتحدة والسورية واللي بمجابة قصد القرار دولي واللي بمجابة اللي طلع فيها الجيش السوري من لبنان لها السبب بعتقد أنا في مجال انه الواحد يقدر يعمل لوبيينج ويضلوا مثل العصوري اللي بيروح بدأ على بدأ يسول على نفس الموضوع لا يتحقق لا حتى يتحقق بالنسبة للأزمة السورية الولايات المتحدة كيف بتشوف حل هذه الأزمة مع النزام عفوا بالنسبة لا أزمة سوريا لا كيف يعني كيف بتشوف سورة الحل وهل صحيح انه بمحل معين مش بس الولايات المتحدة والغرب أيضا قد يفضل بقاء بشار الأسد على أن يعني لأنه ما فيه سورة واضحة للبديل انه خوفا من وصول المتطرفين إلى الحكم فيه فكرة بالغرب ماشي بهذه الطريقة بس ما بيعتقد هاي دي الفكرة صحيحة وما بيعتقد الولايات المتحدة لليوم بعدها بتقول انه بدأ الرئيس الأسد يبقى بسوريا إذا صار فيه اتفاق بين الرئيس ترامب والرئيس بوتن على سياسة معينة يما واضحة بالنسبة للشراء الأوسط المطلب الأول للولايات المتحدة هو ذهاب الرئيس الأسد من الحكم السوري و يلاقوا بديل يكون مقبول من الجميع وبيعتقد أنا هيدا موقف كتير واضح وكتير صريح من الرئيس ترامب تمشي بهذا الموضوع طبعا لأن فيه مصالح يعني منهم معلقين فيه للأسد ومتكمشين فيه إذا فيه مصالح معينة بس إيران تؤكد إسرارها على بقاءه يعني هون بين إيران وروسيا كيف بدأت تصير التوزيع أي متى روسيا حكت كلمة وبقت عليها على طول يعني روسيا أو إيران كان روسيا يما إيران طبعا نيناتهم عندهم فيه مصالح معينة إذا المصلحة بتقضي مع الولايات المتحدة إنه ينزح الرئيس الأسد من ما وقعه طبعا بدون يمشوا بهذا الخيار متى يا حين وقت اتخاذ القرار يعني بعد بيحمل الشعب السوري استنزاف يعني عم نشوف كل يوم المئات والألاف من ضحايا الشعب السوري بعتقد الحلول اللي عم يترحل رئيس ترامب بالنسبة للسورية هي مناطق الأمنة وبعتقد بدو يكون مشان يصور فيه مناطق آمنة وتندعم عسكريا بدو ينعمل قوة ردع عربية من القيادات والجيش الجيوش العربية إنه تفوت على منطقة معينة وتأمنها إنه هايدي سيف وآمنة لحتى المهجرين السوريين كلهم يجوا يقعدوا فيها وشوي شوي بتنحل الأمور ليصالوا لبيوتهم ولأراضيهم ولضيعهم هذيش بيخد بتعتقد إنه هايدي المسألة بده مدى زمني يعني يعني أنا مني مني عسكري مني عسكري بس إطلاقا من وجودك بالأروقة ديبلوماسية وبتعرف قداش الأمور تاخد سجال ونقاش يعني ما بدي قول ما بدي قول وقته بالآخر يقوله لا معارف معارف لا بس تقريبا يعني بتقدير قداش الشعب السوري بعده يتحمل أنا بقول أربعة أربعة لخمسة الشهر لازم يكون في بلان ويتنفذ على الأرض بشكل مباشر هذا إذا تريكا ترامب من قبل الداخل يشتغل لأنه كمان اليوم في كتير مقالات عم تحكي عن مقاومة ترامب المتسلط من الداخل ومشاكل داخلية قد تقيد حركته الخارجية هلأ ما صر له بعد مئة نهار رئي جمهورية للولايات المتحدة وأي إدارة جديدة بتجي عنده فترة تسماح عنده مش قصة تسماح بس عنده يعني بيصور فيه أمور خاطئة بتصير ما بيكونوا يعني بعدهم عرفانين كيف البروغرس بيصير لهالسبب عم بيصير شوية شوية هاكي ميس ستابس من الإدارة الرئيس الرامب ولكن موقف واضح اللي وعد فيه بالانتخابات بالانتخابات الأمريكية عم بينفذهم وحدة ورد تانية ومن ضمنه هو مثلا إلغاء الاتفاق مع إيران يما بأسوأ الحالات يرجع يعملوا رينوغشياشنز للاتفاق مع إيران هو قال أنا ما بقى بد يفوتوا عالم على الولايات المتحدة يكون عندهم يكون عندهم ضنية سلبية تجاه الشعب الأمريكي وفقونة بالأنابل وبالبوريد والآخرين سوى عمل الاميجريشن الأرار الرئاسي اللي كله هلأ عم بنحكى عنه يعني عم بنفذ كله ما وعد به خلينا ناخد بريك بعد مباشرة منتابع حديثنا معك أستاذ وليد معلوف لحظات ونعود نعود لمتابعة هذه الحلقة مع الأستاذ وليد معلوف ديبلوماسي الأمريكي السابق منبقى بأمريكا من خلال ما كتبه اليوم ساركيس نعوم بجريدة النهار عن مقاومة ترامب الفاشي أو المتسلط يسأل هل بدأت ويقول أن ترامب يعيش أو الولايات المتحدة تعيش مرحلة داخلية صعبة الأمريكيون لن يقبلوا التخبط الذي تسبب به لهم ترامب وسيرفضون الدكتاتورية وحكم الفرد أما جوني منيار فبيقول كلمة مضى يوم كلمة تساعدت الأزمة غير المسبوقة بين الرئيس الأمريكي وإدارته والأطياف المعارضة له هي أزمة تبدو بلا سقف وتنبئ بمشوار طويل من النزاعات هل أد الوضع صعب داخلياً ما بعتقد بعتقد شوي هاكي الكاتبين اللي كتبوا هالمقلين شوي هاكي يعني مش معقول هالأد يكون دكتاتوري دونالد ترامب بدي ذكرك أنا ما كنت معه لدونالد ترامب أنا كنت مع جاب بوش ومعت دعمت حدا لليوم بس بما أنه الشعب الأمريكي قرر أنه دونالد ترامب هو رئيس جمهورية الولايات المتحدة إذا أنا مظبوط بأمن بالديمقراطية من المفروض الأقلية تمشي مع الأكترية الأكترية انتخابته للرئيس ترامب لازم نحن كلنا كأمريكان نعطيه الفرصة ونشوف شو بيقدر يعمل لا يحسن الوضع لأن الأجندة تبعيته أجندة محافظة وجيدة ولكن في بعض التحدي اللي خلقوا له يامن من وقت ما بلش بالكامبين تابعه لليوم لبعد ما انتخابه رئيس جمهورية وبعدها الصحافة عبتتحده هلأ من قيمة الصحافة كتير كتير بتحكي الحقيقة بالولايات المتحدة يعني معروف انه بعض الأحيان بهاجموا الشخص يما اذا بدهم كان بدهم هيلوري كلينتون تكون رئيسة الجمهورية وكانوا عبيعملوا على 100 ألف صنداج انه هو مش رح يربح وهو خسران فاجأ الجميع حتى هو تفاجأ نفسه انه بس لهالدرجة انه ديكتاتوري ما بيعتقد انه ديكتاتوري ولا ممكن رئيس جمهورية الولايات المتحدة يتصرف بهالشكل هلأ يمكن الكاركتير تابعه شوي قاسي بالنسبة لبعض الأمور ولكن ما بيقدر ياخد أرار والبرهان الأرار الرئيسي اللي أصدره واللي وقف بوجه القضاء الأمريكي وقال له هيدا ما لك حق تعمله وأخذ بعت ناس على القضاء وعم بيشارع بالقضاء إذا هيدا بيمشي يما ما بيمشي وهلأ عبيطرح انه يعمل أرار رئيسي آخر يكون أكتر مقبول من القضاء الأمريكي ومن الإدارة تبعيته هيدا بتبرهن انه ما انه ديكتاتوري يعني من بين السيناريوهات اللي كتب عنا جوني منير بالجمهورية أنه أبرز من يضغط اليوم على الرئيس ترامب هم اللوبي اليهودي ولإسترداؤه قد يعمل أو قد يدعم أي مشروع لحرب خاطفة في المنطقات تؤدي إلى فرط تسوية لمصلحة إسرائيل بكاملية ومن هنا الخوف من حرب إسرائيلية جديدة على لبنان سيما بعد مواقف الأمين العام لحزب الله الأخيرة بشأن هذا الموضوع هل علينا أن نخشى حرب على لبنان استاذ معلوف ما بعتقد يعني ما النوارد بإدارته للرئيس ترامب أنه يدعم قيام حرب هلأ بالنسبة لإسرائيل ليش فيش مرة اللوبي اليهودي ما كان عنده دور مع كل رئيس بالولايات المتحدة من وقت أيزنهاور لليوم كل رئيس بالولايات المتحدة عنده دور اللوبي اليهودي اللوبي العربي مشارزم ومقصم وما بيعرف يتوحد وياخد موقف معين بالنسبة لإسرائيل أنا عجبت بالرئيس ترامب لما قال له قدام الصحافة كلها لرئيس وزراء إسرائيل بدك توقف للمستوطنات المستوطنات ما بتساعد للسلام وإذا بتلاحظي تتفاجأ نتنياهو بهالموقف العام يعني يمكن بقلب البيت الأبيض بالمكتب بيقل له إياها بس يقل له إياها قدام العالم أنا بعتقد I admire this حبيتها لقيتها كتير قوية هلأ ماذا لو وجدت إسرائيل اليوم الفرصة متاحة لأضعف يعني حزب الله لأنه منشغل بالقتال بسوريا أنه بتكون تضرب الضربة الآدية ولبنان كله يدفع طيب ليش بدا تيجي تضرب بلبنان إسرائيل شو السبب شو الهدف أنه الفرصة للانقضاد على حزب الله ما هيك منوى منوزعيش حزب الله ما هلأ حزب الله نازل بمعركة بسوريا وعم بيموتوا شوي شوي بسوريا لا بدأت تفتح عليها معركة بقلب لبنان وتخلق هال هال إمبارسمنت إذا بدك للإدارة الأمريكية إذا خاصة الإدارة الأمريكية منا موافقة على هاكي خطوة لهالسبب ما بيعتقد أنه في حرب هلأ موافقة يعني الحزب بيهددها يعني ما سمعنا مبارح كلام سيد نصر الله بخصوص المفاعلات النووية يعني الحزب بيقلق إسرائيل هل فيك تقول لا؟ ما في شك أنه بيقلق لإسرائيل ولكن أدي صار له عم بيهدد أمين عام حزب الله صار له عشر سنين خمسة عشر سنين عم بيهدد من وقت ال2006 ودخول إسرائيل لهون ما عاد عمل شي يعني يعني اللي حافظ الأمن اليوم يعني هلأ صار متنبه أنه بده يخلق حرب عالمية بالشر الأوسط من وراء من وراء دعمه لإيران لحتى يدرب إسرائيل يعني أنا بشوف أنه معقول يعمل عرفات تاني بلبنان أمين عام هل بتعتبر عرفات خراب لنا بيروت وفوت إسرائيل إذا بتتذكر بيهدد هل بتعتبر مصلحة إيران اليوم عفوا أنه يكون في حرب بالمنطقة إذا بدأ أسألك سؤال بالعكس لا لمصلحة إسرائيل ما يكون في حرب إيران مصلحة إيران أنه يكون في حرب إذا بدأ الإيران تعمل حرب اليوم عب تعمل حرب بسوريا بدأ توسع رقعة الحرب لتصال على لبنان يعني مش لمصلحة أنه تعمل حرب بلبنان وخاصة أنه المجتمع الدولي عامل فوكس على لبنان وعب يطلب أنه ما يصير شي فيه بلبنان ما يصور شي أبداً بلبنان وعم بأوله السيكوريتي تبعيته الأمن تبعه وعب يدعمه القيادات الأمنية والمؤسسات الأمنية لتظلم حافظة على استقرار البلد لهذا السبب ما بعتقد أنا أنه في يعني بدي أكون أنا كمان هيك عم بكون إيجابي لاي لأنني ما شايف ما فيه ولا ريحة حروب بمنطقة الشراء ولكن فيه مواقف صلبة ومواقف واضحة من هالإدارة الأمريكية جديدة بالنسبة لتحالفاتها بالمنطقة وللحلول اللي بدأت تطرحها لحتى تنهي قصة داعش من الدرب وتقدر تعمل استقرار بدول الشرق الأوسط والشرق الأدنى قبل ما أقول للموضوع المحلي اللي كمان بدأ اسمع رأيك فيه بس بدأتوقف عند مقالة سمير سعداوي بجريدة الحياة يعتبر فيها أن الغرب وروسيا وعصر الأخطاء التاريخية بيقول العالم اليوم كله بشكل عام يعيش عصر أخطاء فادحة وفاضحة بيسأل مثلا كيف تفسير الإصرار على قرار بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي كيف تبرير قرار ترامب التراجع عن العالم بعد ما دفع العالم ضريبته يعني بيقول أنه فيه عاصر معين هو عاصر الأخطاء التاريخية نعيشه اليوم يعني مش بس أولئات المتحدة بل العالم 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 عم بينتخب رؤساء شعبويين عم بينتخب ناس منهم منهم بالخط السياسي التقليدي وعم بيجوا وعم بياخدوا قرارات معينة لأنهم هن عانوا من بعض القرارات الأدمية من رؤساء قادمين لها السبب عم بتشوفي هالتغيير هيدا يعني قبل كل شي رئيسة وزراء إسرائيل رئيسة وزراء بريطانيا بعد طالعة جديد وطبعا فيه أخطاء كتير بخروجهم من الاتحاد الأوروبي ورئيس وزراء بلير السابق عم بيعمل جهود هلأ لا يرجع يغير هيدا المصار كمان فيه تغيير بالنسبة لموقف الرئيس ترامب بالنسبة لناتو يحو اليوم نائب الرئيس ووزير الدفاع موجودين بأوروبا لا يرجعوا يأكدوا دعم الولايات المتحدة للناتو ويطلبوا منهم يكونوا أكتر ضامنين لمصروف الناتو مثلهم مثل الولايات المتحدة يعني عم بيطلع قرارات سياسية معينة ولكن عم بتتغير شوي شوي لنرجع للواقع اللي نحن عايشين فيه وبيعتقد هيدا الخط الصحيح التجاذب الأقليمي يلقي بثكله على الوضع السياسي الداخل اللبناني هيدا الموضوع كتبت عنه اليوم رئيسية جريدة اللواء يلي قالت انه بعد مئة يوم من عهد الرئيس ميشيل عون صرنا مؤكدين انه لبنان هو تحت ضغط التجاذب الأقليمي هل هالشي بفسر اليوم التوقف اذا بدي اقول هيك الحياة السياسية يعني سواء بقصة قانون الانتخاب بقصة الموازنة تشعر وكأن رجعت الأمور للجمود يعني قايمة ما صار فيه ده دخلات بلبنان من الدول العربية لا لانه بانتخاب الرئيس عون شعرنا انه المبادرة عادت الى الداخل اللبناني اليوم الشعور معاكس انا بعدني شايفة انه المبادرة بعدها موجودة بلبنان يعني هلأ اذا قدر مجلس النواب يعمل قرار يعمل قانون جديد للانتخابات واذا قدروا يمرقوا السلسلة معنى يتبعدوا القرار بلبنان لشو دخل الوقت الوقت الى النقطتين اللي هن 100% سياسي داخلية لبنانية قانون الانتخاب نعم ما بيرسم توازنات جديدة بمجلس النواب قد تستفيد منها هذه الجهة او تلك انت بتعرفي ليش عم بيصير فيه تأخير بإصدار قانون لانه المسؤولين اللي عم بيعملوا القانون كل واحد بدوا يعملوا ليضمن التمثيل تابعوا بقلب مجلس النواب التمثيل الاكتر بمجلس النواب ساعة بروحوا لنا عالنسبية ساعة بيجوا عالاكترية ساعة عالمختلط ساعة عالارتودوكسي كل هذه امور بس لحتى يضايعوا الناس وما يعملوا قانون ليبقوا على الستين وانا بقلك اذا بقيوا على الستين رح يكون مجلس النواب القادم مجلس مثل هيدا ومش رح يقدروا يعملوا شيء ومش رح يقدروا يحسنوا ولكن في تحالفات جديدة استاذ معلوف في استفافات جديدة في ثناء القوات العونيين في التسوية بين الرئيس الحريري والرئيس عون يعني في استفافات جديدة التحالف بين الدكتور جعجع والرئيس عون بتمنى انه يقدر يقصر هالحايت القوي اللي مش عاب يقدروا يعملوا فيه نظام جديد للانتخابات النيابية باعتقد انه هالتحالف هيدا رح يخرق هالحايت ويفرض على القيادات الباقي انه ترجع تتفق على أنون معين اي أنون تراه الأنسب؟ أنوني أنا شو هو أنونك؟ مش أنوني بس أنا بعطيكي فكرة نعم تفضل أنا باعتقد لازم عندي أربع نقاط مشان ما نضيع المشاهدين النقطة الأولى هو عدد النواب بمجلس النواب بدي أنا أنه يرجعوا للطايف ولأتفاق المية وثمان نواب لأنه المية وثمانة وعشرين كانوا عشرين زادوا نغازق نعان لا يرضي الحكم السوري وقته ولا يجيبوا ناس وطوايف معين ليش السريان ما بيتمثلوا وما زال العلوي يتمثلوا بهالزياد اللي عملوها ليه ما منجيب السريان ليه ما منجيب الكلدان ليه ما منجيب الأقباط لها السبب فتحوا مجال لحتى غير أقليات تبلش الطالب وما في قدام بديك تعمليه لمجلس النواب مكلنا عشر تلاف واربعمية وخمسين متر مربع عديش بدنا نجيب لها السبب لازم نرجع للمية وثمانة وينسوا العشرين اللي فرضى عليه ونغازق نعان هاي دي رقم واحد رقم اثنين بيتقصم لبنان لمية وثمان دواير عندك مية وثمان نوات نائب عن كل دائرة مية وثمان دواير بالمية وثمان دواير اذا انت منشوفه عايش بك سعد الحريري بتصوتي لسعد الحريري وان بيرسون وان فوت بتصوتي لواحد بس بكل لبنان هذا غير الدائرة الفردية غير الدائرة الفردية صوت لكل شخص مية وثمان دواير صوت لكل شخص ومش ضروري أنت تلتزم بالطائفية تبعيتي أنا إذا بدي مثلا منشوف عجبني لنقول ما بعرف مين بصوت له كان بالشمال يما بجنوبه بآخر النهار بيكونوا كل لبنين عم بيصوت بنهار واحد كل لبنين عم بيصوت بنهار وبآخر النهار بيعملوا تابوليشن للي ربحوا الأكترية اللي ربحوا 8 نواب دروز بيطلعوا اللي يجيهم أكتر شيء أصوات بيفوتوا على مجلس النواب 8 نواب الكاتولي بغض النظر عن أي منطقة بغض النظر عن أي منطقة 30 نايب باعتقد ماروني 30 نايب سنة 28 نايب شيعي إلى آخرين هاو دي بيفوتوا على مجلس النواب الرانر اوب اللي إاخدين الأكتر الثاني بيفوتوا على مجلس الظل اللي بيكون كمان معترف فيه كمؤسسة عم بترائب مجلس النواب وعم بترائب النواب اللي وعدوا بأمور للديرة تبعيتهم وما عم بنفزوها لأنه أنا مش من رأيي بقى ينعمل مجلس الشيوخ لأقلك لي لأنه صفى مجلس الشيوخ مجلس طائفي وعم بكرس طائفية أكتر وأكتر بتشوفي هلأ الأستاذ جنبلات بطل بده يعمل نايب ناطر ليفوت على مجلس الشيوخ الوزير الفرنجية بقش بده يعمل نايب عم بيحطوا ليدهم يعني بفوتوا ليدهم عمجلس النواب ويفوتوا هني عمجلس الشيوخ شو هالكيرسي لهالسبب أنا بشوف أنه ما بقى نشيل من فكرنا قصة مجلس شوه نعمل مجلس الظل ويكون عنده معاش 50% من معاش مجلس طيب وين لكن حضور المكونات السياسية بهالطريقة ما بتضيع الأمور ما هي هدفة إنه تضيع مين بده يقبل بأنه يضيع الأمور بهذا الشيوخ لما يفوتوا عمجلس النواب يرجعوا تكاتلات جديدة وبيصور فيه نوع من روح الشباب وأنا ضد 2 كوطة ضد كوطة النساء ولاش؟ لأني بيحترمها للمرأة أنا ما بدي حدا يقل للمرأة أنت عندك هالمطرح دعي وبس مرأة عندها مجال أكبر أنه تقدر تفوت عمجلس النواب أنا بتمنى ينزل 180 قانسة وسيدي على الانتخابات الأدمي وقد ما يفوت نساء على البرلمان قد ما هو أحلى مش نجي نقللن أنتو بس عندكم 10% و5% عم بينزل سيدات طالما فتحت هذه السيرة يعني عم ينزل وفي عندك ذهنية معينة بالطالب تعتقد أن الرجل أقدر بهالمكان السياسي تحديدا منشان هيك قصة الكوطة قد تكون بداية لإرساء مفهوم آخر للأمور مش أنه فرض واجب يعني بس هالانتخابات تكون في كوطة أنا بعرف تلات أربع نساء نعم عم يشتغلوا لبلادهم ولمنطقتهم وللنون برافت أرجانيزيشن اللي بمسلوها أكتر من أي نايم إذا تبعت الدائرة المية وثمانية وأنا بدي انتخب أي شخص بدي بقدر انتخب أنا هالانسة اللي بدي إياها تفوت عمجلس النواب هاي دي الفرصة اللي بقلك مش ضروري يكون في كوطة بس يكون فيه أنون مضبوط جمان ضد الكوطة الاخترابية يعني شو هالهيمني على الاختراب بدي جيب أنا ست نواب حطهم بمجلس النواب يكونوا تابعين لفلان وعلتان وكذا لا كمان بأسطمين أنا بط بطمنى أنه الاختراب يقدر ينتخب إلكترونيكلي من مراكزه وينتخب مطرح مبده بالهلمية وثمان دوايا عجبهم سامير جعجع بينتخبه سامير جعجع مع احترام للأخاء عجبهم جبران بسيل بينتخبه جبران بسيل عجبهم فلان ينتخبه لبده نياه إلكترونيا إلكترونيا شخص واحد حتى إلكترونيا لازم نبلش ننتخب بلبنان ليش ما فينا ننتخب بلبنان تطلع النتيجة تاني نهار تاني نهار دغري جميلة هذه الفكرة بس الواقع بمكان آخر اليوم هو آخر مهلة يعني لأجل دعوة الهيئات الناخبة جريدة الجمهورية بتقول المهلة التي تنتهي بـ 21 شباط وزير الداخلية حسم هالشي وقال إنه المهلة تنتهي بـ 21 شباط ودعوت الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات على أساس الـ 95 يوم يلي بتسبق تاريخ 21 أيار الجريدة الجمهورية علمت إنه رئيس الحريري سيوقع المرسوم وسيحيله إلى رئيس الجمهورية إذا ما نضي رئيس الجمهورية أنا بتمنى على رئيس الجمهورية ما يمضي لأنه الرئيس عون قال له من أول ما فات على رئيس الجمهورية خلصوا له هالأنون ما بيقدروا يخلصوا له لهالسبب أنا بشوف أنا بيعجبني الرئيس عون لأنه عنيد بياخد مواقف بعض الأحيان وبيضلوا عليها بتمنى يضلوا على هالمواقف لأنه لا يعني هلأ إذا ما قدروا يعملوا بتمنى يدرسوا الرأي اللي عطيته نيالة الأشخاص اللي عم بقلهم بكرة أنتوا مش رحين تنتخبوا إذا صار في 108 دواير بس بتمنى أنه هالفكرة تنطرح من القيادات الاقتصادية الفعاليات اللبنانية اللي عندها كمان دور مثل ما قال لهم مرة الرئيس الحريري قال لهم صحيح أنتوا منكن بالوزراء ومنكن حكام بس أنتوا فعالين بهالرأي وبتخلوا الوزرات والحكومات أدى بدأ وقت لتطبق هالفكرة إعداد تقنيا يعني بدأ اتفاق بدأ أنون ويمضوا ويركدوا لحتى هلأ في فكرة تانية إذا ما قدروا يعملوا أنون ويتفقوا عليه ليه ما بيعملوا الدواير الصغرى الدير الفردية اللي تأخوه الدير الصغرى مش فردية يعني مثلا ينزل 2 نايبين 3 مثلا بيروت يقصموها مثل ما كانت لثلاث دواير يما أربع دواير أنا بنظر يقصموا الشوف لديرتين القليم لحيال شوف الأعلى حيال علي لثلاث دواير بعبدة لحيال كذا كذا يعني شفتي يعني يزغربون لحتى يصور في شوية تمثيل مقبول من الجميع بس بهذه الطريقة يقال أنه بتصير وكأنه معركة مخترة أو بتصير هين أكتر أنه صرف الأموال بالدواير الصغرى يعني بصير المرشح إذا معه كتير مصارب بياخد الديرك بكملة يعني بمحل معين وأنا ضد هذا الكلام لأنه بهذه الطريقة وكأنهم عم بقولوا المواطن بين شروا وبين باع ما لازم لأنه المواطن بس من يعارض الفكرة بقول أنه بتسهل الرشوة بيصير نيب مثل المختار لا بالعكس أنا بشوفها بتخفف الرشوة لأنه بصور بعروف مين عبيرشي ومين ما عبيرشي لهالسبب وبتمنى على الناخب اللبناني ما يفكر بحاله يفكر بولاده بده يجيب مجلس نواب يعملون لولاده للشيخوخة يعملون قانون للشيخوخة يعملون قانون للمنح الدراسي يعملون قانون لمستقبله يعمل قانون لإقامة أشغال للشباب العام بدهم يفكروا بولادهم ما بدي يفكروا بحالهم وشو بيقدروا يحصلوا من هالنايب يما هالمرشح اليوم لياخدوا منه 100 دولار و200 دولار عايب يعني أنا لما شفت شو صار معي بال2009 لما انزلت بانتخابات الشوف يعني حسات هل تترشح السنة إذا صار في قانون مثل ما بتتعمل يعني أو قريب من طموحاتك يعني أنا بحب الخدمة العامة نعم وبحب أني أخدم لبنان عم بيخدم لبنان إن كنت نايب يما ما كنت نايب عكل أحوال بس أنا حابب أنه يصور في قانون يقدر شخص مثلي مش ضروري أنا بس شخص مثلي عنده نفس الأفكار للبنان يقدر يفوت على المجلس لأنه إذا فات 32 وليد معلوف على المجلس تقدر تغيري الفكر السياسي بكل الجمهورية اللبنانية مش بس بقلب مجلس النواب بعد الفاصل رح أسألك عن طالما قلت لي مواقف رئيس عونت تعجبك بدي أسألك عن موقف بخصوص صلاح حزب الله والمواضيع الأخرى لحظات ونعود نعود لمتابعة الحلقة أستاذة وليد معلوف ديبلوماسي الأمريكي السابق قبل بريك سألتك عن مواقف رئيس الجمهورية تحديدا من سلاح حزب الله هالموضوع اللي كتب عنه خالد أحمد اليوم وأسأل بجريدة اللواء هل يمكن اعتبار حديث الرئيس عون حول ضرورة وجود سلاح المقاومة وأنه مكمل للجيش اللبناني وبالتأكيد ليس مناقض لمشروع الدولة جزء أساسي من الدفاع عن لبنان كيف قرأت موقف الرئيس عون أنا عجبني الموقف اللي طرحوا بالميديا العربية اللي من كان بزيارته الأولية للسعودية وكتر اللي من سألوه عن حزب الله قال إنه حزب الله قصة إقليمية أكبر من لبنان وحزب الله يعني موجود كرئيس جمهورية بعده جديد عب يتفهم هالوضع لقيت جوابه ديبلوماسي بينما جوابه لمن راح على مصر إنه نحن الجيش اللبناني ضعيف وحزب الله هو السند أنا شفت هاي دي غلطة ديبلوماسية وغلطة لإله كرئيس يعني ما هو القائد الأعلى للقوات المسلحة يعني لو حتى بإطار مثلا إنه نحن الجيش اللبناني منه على نفس المستوى من الجيش الإسرائيلي وإذا بده يصور في شي حرب بيننا وبين إسرائيل فينا نستعين بحزب الله مثلا شفت كيف بس لا يقول إنه الجيش اللبناني منه مجهز ومنه ومنه يعني كان بيقدر يقوله بس بطريقة ديبلوماسية أكتر بس أنا مش عا بقل لي كني لبر حزب الله أنا بشوف حزب الله خطأ بالجسم اللبناني وسونر أور ليتر رح ينتهي حزب الله يعني جريدة الأخبار بتقول إنه الأمين العام للحزب أكد وجود قوات أمريكية على الأرض السورية وأنه هذا الأمر خطر وسيعقد الأوضاع والأمريكيون يريدون أن يكونوا شركاء بالنصر عليهم وهو الأمر ليش ما بينطقد الوجود العسكري الروسي مش شايفه لأنه حليف الوجود العسكري الروسي ما النقطة إنه ما هن اللي فوتوا الروس على سوريا الرئيس الأسد وأمين عام والإيران فوتوا الروس على سوريا مضطرين يفوتوا جزمة أجنبية على سوريا ليش عا بيلوموا هلأ حالهم إنه عا بيفوتوا الأمريكيين مقبيلة من الجهة التانية اللي هن حلفوا مع تركيا ومع السعودية ومعه معه معه لها السبب هن عم بيسمحوا لهالمعركة الأوية اللي تصير بقلب الأراضي السورية روسيا هنا إذا خيرت بين إيران والولايات المتحدة أو بين إيران وحزب الله بمحل معين ممكن أن تأتي التسوية على حساب أي من اللاعبين تعرفي ليه لأنه وضع الاقتصادي بروسيا على الأرض نعم وروسيا بحاجة لاقتصاد وما فيها تقوم بالاقتصاد تبعها من دون أوروبا والولايات المتحدة لهالسبب بدأت لقي اللحظة المناسبة اللي فيها إنه فيها تتفق مع ترامب لحتى تغير مجرى الشرق حتى لو كان على حساب إيران أو تسوية قداش بيقدر يهدي اقتصاديا الرئيس بوتين بسوريا لا يضلوا يدافع عن النظام وعن إيران بدنا نشوف ما هيدي وضع اقتصادي ما هيدي مسارع بتنزات كل يوم لحتى يحميه للرئيس الأسد ويخليه بموقعه قد فيه هدي بعد الرئيس بوتين اقتصاديا بدنا نشوف في الضغط الاقتصادي ممكن يفعل فعله مية بالمية مية بالمية لغض النظر عن المصلحة الروسية يعني بشكل عام إذا بطل يقدر يتحمل المصاريف تبع عسكره بقلب بيجي الدعم من مكان ما من إيران إنه بالنتيجة عنده وضع اقتصادي ما بده يعمل حلول هكي موقتي بده يعمل حل على مدى طويل والحل على المدى الطويل مصلحته بأوروبا ومع الولايات المتحدة مش مع إيران ولا مع الرئيس الأسد ولا مع الأمين العام تبع حزب الله ساحة اللبنانية انشغلت بالمواقف من هالعنوان يلي أصدرتها مارين لوبان المرشحة للرئاسة الفرنسية أرما حمس بكاريكاتور النهار تحت عنوان مارين لوبان تجول على السياسيين اللبنانيين رسم لوبان حاملة صندوق الرئاسة الفرنسية بتقول أنا مرشحة فبتقبلها أيدي من لبنان بتقول كلنا مرشحين كديبلوماسي كيف بتشوف شو هدف زيارة لبان يعني إذا هدفها لتقلنا أنه هي حبي أنه الأسد يبقى هو أخف الشرين بتمنى على الجالية اللبنانية الفرنسية اللي هي فعالة بالأحزاب بفرنسا واللي عندها شريحة كبيرة بدا تصوت أصحى تصوتولها إذا بدا تخلي لنا الأسد أصحى تصوتولها ما هو اللي خرب لبنان عائلة باية الأسد أطعت لبنان وصلت لبنان لأكتر من الكعب تبع أي دولة بالعالم إن كانوا حلفائه يمن كانوا ضده للرئيس الأسد لباية الأسد وصلوا لبنان للإنهيار دربوا الديمقراطية فيه كل اللي عم بيصير اليوم هالخليفات اللي عم بتصير كل هاي دي من نتيجة الاحتلال السوري للبنان هي بررت لماذا تدعم أو بتقول بين داعش والرئيس الأسد تفضل بقاء الأسد يعني مثل وكأن ما كان يقال أنه النظام السوري بيلعب دايما على هذا الوتر لأنه بيلعب على هالوطر بعده عم يقدر يلعب على هالوطر عم يقدر يلعب على هالوطر ومتمنى على الغرب ما يقتنع بهالفكرة لأنه اللي خلق داعش واللي خلق التطرف الإسلامي هن الدكتاتوريات اللي كانت موجودة بمصر وبي ليبيا وبي تونس لأنهن كانوا يخاوفوا الغرب إنه إذا نحنا رحنا التطرف الإسلامي رح يستلم البلد ما هاي دي استراتيجية تبعيتهم للدكتاتوريات اللي كانت موجودة واللي لا تزال ببعض الدول ما هاي دي هي استراتيجية لها سبب هاي استراتيجية ما لازم تكفي ولازم على الغرب وعلى الولايات المتحدة ما يصدقوا هالفكرة صاقطة هل هوني الحق فقط على هذا الموضوع أو الحق على أنه كمان ما فيه بسوريا كان معارضة منظمة ما قدرت تقدم حالك بديل ما فيه شك أنا انتقطن من زمان للمعارضة السورية لأنهن منهم متفقين ومنهم عندهم فكر سياسي واضح وما كانوا ماشيين بنفس الخط كل واحد عم بيشد منه وما حدا عنده ثقة بالتاني ما أنا ما أنا بعرف من الولايات المتحدة كيف كيف التجاذبات ضد بعضهم يعني عن جد بتأسف أنه ما كان فيه رؤية وفكر واضح لا يضل تضل هالمجموعات كلها موحدة وهيدي قدر كمان يستعمل الرئيس الأسد لمصلحته بل بي يعني بعد معنا دقيقتين من وقتنا إذا بدك تعطي عنوان للمرحلة المقبلة أستاذ معلوف انطلاعا من يمكن اطلاعك على الأجواء الكواليس بالولايات المتحدة بالنسبة للمنطق بشكل عام ولبنان بشكل خاص رحكون إيجابي وبقول متجهين نحو استقرار أمني وسياسي بمنطقة الشر الأوسط قصة سوريا إن شاء الله بتنتهي من هون لست شهر وبلبنان رح يكون فيه أكتر استقرار أمني واستقرار سياسي وخاصة إذا عملوا قانون هلأ بالأربعة وعشرين ساعة لأدمي للمية وثمان نواب واتبعوا الفكرة اللي عطيتون إياها أنا بالمية وثمان دواير صدقيني لبنان بيصفي أحلى بلد مش بس بالشر الأوسط بالعالم كله إذا رحنا على الفراغ يعني إذا ما اتفقوا على قانون مرأة المهال وصار في الفراغ الكبير يعني هيدا بيكون فشل الدولة اللبنانية كلها من رئيس الجمهورية للوزير اللي قاعد بيوزاة الدخلية فشل للكل مش مصر العهد العهد بعده جاي ما تحمل العهد أكتر ما بيقدر يتحمل بس هيدا فشل للمنظومة السياسية الموجودة اليوم بالبنان هيدا هي هل هوني سؤالي هل ممكن يكون في حدا عم يدفع بهذا الاتجاه لو وصول الأمور إلى هذا المنحة والقول إنه لبنان بلد مش سيط ومش راكبه لازم يكون فيه لبنان بشكل آخر إذا حدا عم يدفش لحتى يخلق لنا فراغ بيكون خاين للجمهورية اللبنانية وللشعب اللبناني تشوف في حدا من مصلحته هذا لهذا السبب ما حدا لازم يعرقل الانتخابات وعرقل القانون جديد لهذا السبب لازم نتبع هالقانون اللي عم تروحلون علي للنواب إذا حدا منهم عم يسمع إنه يروحوا ويفكروا بهالقانون لأنه هيدا القانون بخفف الطائفية إذا نحنا مظبوط بدنا ننفذ الطائف رقم اثنين بيجيب كفاءات مظبوطة وجديدة على مجلس النواب ورقم ثلاثة بيصور فيه انتعاش سياسي واقتصادي واجتماعي بالبلد إذا اتبعوا هاي إذا هنه مظبوط بدن هاك للبنان بدن هاك لشعب هاك لازم يتصرفوا وبالنسبة للولايات المتحدة مطمئن إلى أنه ترامب رح يبقى كل ولايته ليش ما بده يبقى شو عمل لحتى ما يبقى ما عمل لا عمل خياني عظمة ولا عمل لأنه بس الكاركتير تابعه هاكي شوي فلمبويند شو بقوله فلمبويند بالعربي ناري طبعه ناري طبعه هاكي أبيت شوف هي طيب هيدا شي جديد عم نشوفه ما بعتقد هيدا لازم يزعج الناس يعني إلا إذا واحد كتير بيضلوا ينطقد من عبكرة لعشية حياته بهل خلاصة أستاذ وليد معلوف ديبلوماسي لأمريكي السابق وصلنا لكتام هذا الحديث مشوه شكرا جزيلا أحلى وسهلا فيك شكرا للمشاهدين إلى اللقاء غدا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة